عمور من ناحية تانية هل نادي الشباب السعودي مازال متمسكا بزيزو؟ هل خات خطوات جديدة لضم زيزو؟ ولا الأمور دي تقفلت؟ قصة كريم أنا لخص لك الموضوع أن حصلت صلاة على المستوى الرسمي ما بين إدارة الشباب وإدارة زمالك إن لم يكن الأمر معلن يعني أنا عارف أن إدارة زمالك متحفزة جدا في الموضوع ده وجامهريا الموضوع صعب شوية فهي أنجزت في الموضوع لتزيزو مش للبيع ولكن أنا عندي معلومة أن حصل تواصل على مستوى الإدارةين بشكل هاتفي يعني زمالك لو زيزو هيخرج منه فازمالك عايز 12 مليون دولار زمالك كان الأول بيتكلم أنه يضاعف العرض اللي كان وصل في الصيف اللي فات لو تفتكر العشرة مليون كان 8 مليون كاش و2 مليون بونس زمالك في أول الكلام كان عايز يضاعف الموضوع يعني إحنا وصلنا في الصيف لعشرة نغد دلوقتي 20 الشباب طبعا ما كانش ممفتح على الكلام ده وزي ما أنا قلتلك العرض اللي وصل الرسمي ووصل على بشكل مباشر للرئيس ناد الزمالك كابتن حسين لبيب كان 6 مليون دولار ده 6 مليون دولار ده آخر حاجة ده آخر عرض من الشباب وده لا ده الورق المكتوب اللي جاه في ميل الرسم من رئيس ناد الزمالك والزمالك الآن يطلب ضع في هذا الرقم لا الزمالك دلوقتي 12 مليون ما أنا بقولك ضع في الرقم الرسمي ضع في الرقم الرسمي ضع في العرض اللي في الوقتي الحالي أو مش اللي في عرض الصيف طبعا الشباب يعني ما عندوش ترحيب قوي بالموضوع لأن هو ضع في الرقم اللي هو عرضه هو كان يعني ضع في الشباب كانت متخيلة إن الموضوع يوصل آخره كبير يعني 7 مليون ويبقى المليون ده كمان به نصلي علاقة بمشاركات زيزو بمسايماته مع الفريق هم عايزين يدفعوا 6 فدلوقتي حقولك حاجة جات في خيالي دلوقتي تعال نحسبها مع بعض الزمالك دلوقتي بيحاول يخلص رفع كافك دون هتقولي شوية تفاصيل فيها يعني والمشاكل اللي عنده المالية ده الحل الوحيد أنا عارف والتفاصيل كثيرة لا مش هتكلم بقى بالصيغة دي أنا هتخيل نفسنا الشباب وإنت الزمالك أنا ممكن أبقى عارف إن زيزو قمته 12 مليون دولار عادي أنا الشباب بس عشان عارف ظروف الزمالك اللي بيمر بيها فـ 6 مليون 7 مليون 8 مليون الزمالك هيمسك فيهم ويقولك يلا إيه آآ مبسط فالزمالك بحركة أسكى فبيعمل إيه بيحاول يخلص أموره دي كلها عشان يعرف في الآخر يتفوض على زيزو زي ما هو عايز أنا مش مال وداقة وأنا مش مزنوق فأنا هتطلب من زيزو اللي أنا عايزه هل الزمالك بيحاول يخلص أموره المالية والغرامات اللي عليه ويرفع أكاف القيد عشان بعد كده يبيع زيزو بالرقم اللي هو عايزه لا صعب صعب لأنه أصلا الرقم اللي الزمالك محتاجه عشان يخلص مواضيعه مش متوفر بشكل فوري وهو يخلص عن طريق الجدولة وهنتكلم فيها في مرحلة تالي فبالتالي هو لو الزمالك عنده سيولة المالية اللي تخليه يخلص مواضيعه وبعد كده يتفوض مع الشباب السعودي على زيزو كان دحص لكن أنا عايز أقول لك أن قرار أصلا بيع زيزو مش متاخد يعني إدارة زمالك مش واخد قرار ببيع اللي عليك بس لو فيه 12 مليون هيبيعه طب هو الشباب مش هيقدم 12 مليون افرد مش هيقدم لأن حصل مفاوضات وهم تقلهم يعني هو الزمالك مش الشباب مش الصف الماضي كان موافع على عشرة كان متوفر وقتها المبلغ ده عندهم يعني كان متوفر في ميزانيتهم هم المالية تخلي بالك أسف عمر المعطا الشباب غير الأهل والأهل والتحاد مش من الاندياء اللي تبع الصندوق فالأرقام دي بالنسبة لهم لأرقام كبيرة ولو الصندوق تعالى طالما جيمي يفتح الموضوع بشكل ده ولو الصندوق هيدعمهم هيدجيب لعب من وده اللي تقال أصلا للوسطى في الصفقة لو الصندوق هيدعمهم وينك هجيب لعب أصلا في دورات أوروبا آخر عايز اسم لعب في أوروبا في أنداء كبيرة يضيف على مستوى العالم هما طبعا إدارة الشباب عندها قناعة مليون في المية إن هو اللعيب اللي يحقق رغبتها الفنية هو زيزو يعني بدل ما جيب اسمه وهيبقى عندي مش عارف يعني هيصنع للفرق ولا لأ ولأ هتجيبها لعب بأوروبا برضو هتجيبه برقم أضخم من كده بكتير لا 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 بالعكس في أنداء بتنتقل الدوري التركي وإنت عارف بأورقام زي كده عادي يعني أوصول إنت لو إنت عايز النجوم بتاعت الهلال والنصر اللي لسه موجودة فانديته رب تقصر لما ترس إيه دول هتدفع أورقام يعني لا ما أنا قلت لك هو تقلهم إن هم بيفوضوا حكيم زياشهم من تقل من جلال سراي في يناير اللي جاي وقلت لك ده في حلقة قبل كده هو ساعتها يحصل لهم دعم مالي فأنا بقول لك موضوع يا زيزو صعب شوية يخرج في يناير كانت قال كلام إن فيه وفد موجود من السعادية دار شباب ما بلغتش حتى الوكيل اللي هو بتوسط ما بين الناديين إن هم يرسلوا وفدة أو حاجة لأنه كان حصل تواصل مباشر وفي نفس الوقت ما فيش مرونة في الموضوع لأن الزمالك شايف إنه أقل رقم يبيع بيه زيزو يعني إما ينزل في الـ 12 زي ما أنت قلت يا كريم إنه توصل للعشر تاني بسيكت